لما رحت على مباراة طنجة كان مرفول على فلسطيني طبعا في كل مباراة وسمعوا رجاوي فلسطيني يعني كل مباراة دائما نسمع الهتاف الجمهور وفي روابط مشجعين للأندي المغربية هذا أمر غريب موجودين في القدس وموجودين في فرامالله وفي قطعة غزة فهذا أمر جميل جدا كملنا على التجربة في الملعب كيف شفت الجمهور الإحساس؟ أنا برأيي كان عن جد من أقوى التشجيع يعني تشجيع الجمهور المغربية ورا حاسمي كانت عندي التخط صير 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 فإحنا كنا كان يعني شعور حلو بدأنا أحكي لك بصراحة إيش كثير حلو لقلنا كعرب لما نشوفوا منتخباتنا عم بتشارك وبتنافس يعني أنتوا اليوم دائماً كانوا بتطلع علينا هيك وتحس النظرة فوقية في عقدة مرض بالضبط فإحنا اليوم بننافسهم بكثير أشياء بننافسهم بالإعلام بننافسهم بالفن بننافسهم بالرياضة بننافس بالصناعة زي ما شفنا اليوم بالميناء فإحنا إحنا ببلدان مثقفة متعلمة بنحب الحياة بنحب النجاح فهذا الإشي كان هيك بعطيك هيك شجاعة حلوة هيك شعور جميل يعني المغرب هيك أعطانا ثقة بذاتنا من جديد أعطونا صور المنتخب المغربي لتنا الوصول الأرباط كان كنا يعني إحنا يعني إحنا كبنات مش مطلعين كتير على المونديال وعلى هذا بس لأول مرة لو مجرد وصول يعني منتخب دولة عربية للنهائيات كان بنسبة إلنا حكيمي يلا بالشوارع فكان كتير قوي التشجيع الناس بالشوارع بتشجع متأملة عن جد رجع لنا هيك الثقة بذاتنا كعرب مش بس فقط كدولة يعني كمملكة المغرب إحنا كل أياتنا كنا المغرب زي ما حكى عمال